أعلنت مشاريع الأمل ذراع الاستثمارية لصندوق الأمل عن استثمارها في شركة دالاس بريسو المحلية المتخصصة في صناعة كابسولات الشاي والقهوة بنكهات عصرية وعربية بالمشاركة مع القطاع الخاص في جولة استثمارية بقيمة 212 ألف دولار أمريكي خلال الحلقة الثانية من برنامج بيبان من جانبها أكدت السيدة فجر الباجهجي المدير العام لمشاريع الأمل أن هذا المشروع مشروع تجاري ناجح بإمكانات عالية للتوسع عبر التوزيع والتصدير إقليميا وذلك لتلبية احتياجات صناعة القهوة المتنامية في المنطقة في الوقت الراهن مشيرة إلى أن برنامج بيبان يمنح لمشاريع الأمل فرصة هامة وفريدة نتعرف من خلالها على أصحاب مشاريع ومؤسسين محليين طموحين يمتلكون أفكار ومشاريع استثنائية لها إمكانات واسعة ما يجعلها على استعداد لتحقيق مزيد من النمو لتخطو خارج حدود المملكة وتزدهر على المستوى الإقليمي والعالمي وقد شارك في لجنة المستثمرين خلال الحلقة الخاصة بقطاع المأكلات والمشروبات كل من السيد خالد الأمين والسيد محمد العالي والسيد هادي ديواني وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب ورياضة رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل الذي انضم للحلقة كونه عضوا في لجنة المستثمرين وممثل استثماري لصندوق الأمل رؤية طموحة تمتلكها شركة دالس بيريسو بدأت من فكرة بسيطة واجتهاد شخصي إلى خطة مشروع تهدف لتوسعة نطاق أعمالها إقليميا وعالميا دالس بيريسو بدأت من مملكة البحرين وانطلقت إلى الأسواق الكويتية والعمانية بعد أن حققت شهرتها بسبب توفير كبسولات القهوة العربية الأصيلة بنكهات فريدة ومتنوعة يفتقر إليها السوق شغلي كانت طلب مني أن أسافر في بلدان عديدة مشكلة كانت هي فقط الحصول على قهوة تتناسب مع ذوقي أو الذوق العربي يعني ذوقنا نحن العربي يختلف عن أذواق البلدان الأخرى كنتعرفين كل بلد طريقة معينة في استهلاك القهوة فمن نهاية وفتتحنا المكان في 2016 كان R&D فقط لهو ريسيرتش و ديفلوبمنت أبحاث لأنه ما حد قبل سوى الكبسولات العربية فبدأنا نسوي الكبسولات العربية أخذ مننا تقريبا إلى نهاية 2018 في ذلك الوقت استطعنا أن نحن نتحصى على الفورمولة اللي يتناسب مع الكبسولات مع ذوقنا العربي وهنا أطلقنا اللاين الخاص فينا بكبسولات القهوة استطعنا أن نحن نطور خط الإنتاج لإنتاج المشروبات الخاصة فينا اللي نحبها البحرينيين هذا المشروع البحريني استحوذ اهتمام لجنة المستثمرين وأحاضي على دعمهم وإيمانهم لسيما أن صناعة الكبسولات صناعة دارجة ووعدة في سوق الأقضية هدف الأساسي من دخولي إلى البرنامج هو ليس فقط التمويل وإنما الخبرات الموجودة في البرنامج ومن اسم بيبان راح يفتح لنا آفاق جديدة أنا ما أقدر أدخلها بروحي برنامج بيبان وما تقوم به الهوب فاند أو صندوق الأمل أعطانا فرصة كان صعوبة جدا الحصول عليها بالطرق التقليدية فهو طريق غير تقليدي طريق ابتكاري لدعم المشاريع الرائدة في المملكة والوصول فيها للعالمية بدونها أنت يمكن توصل بس بتاخذ شنو يمكن ثلاثة إلى خمس سنوات البرنامج وصندوق الأمل راح يقصر المسافة إلى 12 شهر إلى 18 شهر بحد أقصى شركة وعيدة لهذا المشروع الذي منحه برنامج بيبان لمشاريع الأمل فرصة همة وفريدة لتحقيق المزيد من النمو لضمان الارتقاء بالمشروع بما يتوفق مع التطلعات روح شغوفة بالابتكار ومستثمرين ومطلعين لتحقيق رؤية مشتركة لدعم الشركات البحرينية للنمو خارج البحرين وخلق بيئة تحفيزية لرواد الأعمال المبدعين شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر